تانجا نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب تانجا نيوز أوليو من السيد يقل لك عصابة إجرامية وبارونات مخديرات تابعين واستغلل النوفود لكي يتعلم على ما كان بالضبط هذا السيد صاحبي وقع مشكل مع هذا السيد السيد صاحبي ومهو المرتديس كان بشي صلي العاصر في مغوغة الجامعة تماما فإذا بهك يتفاجأ من يخرج كان يوجد واحد ذات يقولوا ان نذهب للشيئ ولأني دعوه المترجم bags عمثى كاتق وهنا سوف تليم 쪽 صاحبي ومت Sansحين أتجاهcy ويجرى عمياده، انسان ضروري يتأكد خفل عرسه فإذا به كتفاجأ مليض ربضوره بدك السيارة ذات المواصفات التي عطاها السيد بالنفس الرقمت دياله كتفاجأ بها هو هذا انفس دياله طبيعة الحال السيد مشان عندهم مش عارفوا مش كون ومجرد المحوز السيارة دياله وط صاحبي مشاوكي كسيروا بواحد طريقة جنونية واحد سياقة جنونية بزف جا صاحبي بطريقة الحال غي يتطاردهم لانا السيد بغوا يعملوا له ما عارفوا مش كونه مهد ناساده وشنه بغوا يديه لانا انسان بشتملوا واحد جهة ساعة قبر كتكون مراوا حد نية السيد في اصناء مطاردة دياله وتتصل بي عايتنا احنا للنجدة كان علموا الصورة انه واحد السيارة كانت عنده ش نية اجرامية بغتتعمل شي حاجة بحطة اميد السيد كان عايته النجدة كانت يوم موقع ديالسيارة بالضبط اذا به السيد صاحبي كتفاجأت وصلوا تقريبا حدى العوامة واحد السيد راكب خلف ديالسيارة الخلف سيب راسه لانا وصلوا لواحد المنعاطف ما عنده مش كيفاش يهربوه مع صاحبي حاصرهم بالسيارة سيد ديالسيارة ساعة 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 توقف لانا خوفا يمشي قادي اذاك ولي ده سوء اشي حاجة وفي نفس الوقت وقعت خمسة دقائق جات الشورطة حضرت وحضرنات احنا يجينا الشورطة عينز ديالسيي تتمة موصب بانسورة نتسيب من طنوبيل وشهود تم مكانو موصب بانسورة نتسيب من طنوبيل وانا كانت تحرك المواصب بباب والسيب وانا كانت تقلل طنوبيل وعندما قلت معينة اللازيمة وقلوا على شرطة عوض المشكورين وقلوا تلك الشورطة حضروا الوقيع وعينوا ذلك وقلوا مع السيد قالوا لكم وانا ما احضروا ما هو أما قلت بانسيد في الطنوبيل وقلت انتبع المواصب بانسورة نتسيب وغى نتسيب وحيو هذا التحليل غير منطقي لقد أرى أن يجب أن يجب أن يحصل إلى ذلك فإذا لم يكن قد أن يحصل على شيئا فأنا نذهب إلى كل شيء فإنه يتدعى أنه يتدعى بعد قرارة إلى منطقة غازية في العوامة لا تنفيذ العوامة فأنا نذهب إلى الدائرة المداوية أستغلقنا معنات الشيكاية في ذلك عندما يدعون أن يكون من يوضع الشيكاية منهما يدعون منهما يتحرك في الفيديو الأخرى كان هناك أهم الشيكاية في السيارة والصاحب في المطاري كلها أنها خطفتها مع العلم أنها خطفتها مع رجال الشرطة تدوها السبيتر محمد خاميس من هنا تتبع أن هذا السيد لديه نية مبيتها ونية الكدوب لماذا السيد تدخل الاختيطة هو خاكم مع البوليس أثناء ذلك كانت الشرطة على نصير الشرطة نقوم بمحضرنا السيد صاحب يؤكد بالأقوال هو أنه شفطن بجرس مرهرب وخاه تسيب تبين أنه خاه يعني فين هاد محاولة تختطف فين هاد الحتيجاج فين هاد التعديب فين هاد مطاردات فين هاد كامل هاد مكين من نوالو الحمد لله احنا شوما كان معروفين في المدينة انا شخصيا كان راسي معروف في المدينة واحد انسان تربيت في بيت إداري والله يرحمه كان قايد وما شئ هذا نحن نحن نقوم بمعروفين في الدهارة ستعرفني بسيطة لأنه حزل في قلبي لأنه مغلطة فيديو تصبح السيد صاحبي ضحية يشبهه بشيء لا أعرف ماذا كان السيد وحده في السيارة وماربعات الأشخاص في تونوبيل هذا الدسية يقري يبيني في الفيديو لا أعلم نكمل لكم من الشيء يعملون على المحاضر السيد الذي يقول أنه لا يستطيع فوتوكوبي بي كي قد أماما أنا قلت في قهوة في العوامة لن أخرج فوتوكوبي بوحده والسيد صاحبي خرج فوتوكوبي بوحده وسمعوه بقوش بهم وليس يتحيز وإن كانت تحيز وإن تستغل النفوذ هذه هي عملها لأنه من ما قالوا الحقيقة ربما الناس الذين يتعقبوا في السيارة هم يقرروا وهم تقرأيها هذه لأنها مستلحة جداة بارونة المخدرات ودعوه 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 السيد أخرج جاء عنده السيد قالوا الناس يجعلون أن يتعقب السيد تفاجأوا بأنهم يتعقبوا في المجدد لأنهم يتعقبوا في المجدد يجعلون أن يتعقبوا في المجدد ومعرفهم لأنه ضروري لأنه يخاف على رأسه سيكون هناك إجرامية هذا هو ما يتعقب والحمد لله الشرطة كانت في البلد والعدالة كانت في البلد نحن لدينا ثقة تامة في الشرطة وفي العدالة المغربية لأنه ما يتعقبوا في هذا الشيء الحمد لله ركوش في محاضر مقيد ونحن يدعوه ونحن يدعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول موقع إخباري بشمال المغرب